وبمناسبة الذكرى الأولى لزيارة البابا فرانسيس إلى العراق أقيم في كاتدرائية ماري يوسف ببغداد قداس احتفالي ترأسه غبطة البطريارك الكلداني رفائيل ساكو بحضور وزراء وشخصيات رسمية ومدنية وأعضاء من السلك الدبلوماسي وقد شارك في القداس السفير البابوي في العراق ولفيف من الأساقفة والكهنة والأخوات الراهبات وعدد من رجال الدين من مختلف المذاهب وتحدث غبطته أمام جموع الحاضرين وقال زيارة البابا فرانسيس التاريخية كانت بركة لجميع العراقيين وقد مرت سنة على الزيارة ولا زالت تترسخ في ذاكرتنا إيقاع كلمات التسامح والسلام والوئام والعيش المشترك ودعا غبطته جميع الكنائس إلى مواصلة السير معا في طريق الأخوة والوحدة كتلاميذ المسيح